خطيب سجل 159 للأهلي وأنا قلت لكم أهداف حسام حسن في الدورة وفي أي بطولة للناد الأهلي محل اعتزاز وامتنان وفخر وسعادة كابتن محمود خطيب سجل للناد الأهلي في مشواره الكروي 159 بطولة منهم في بطولة الدورة 109 وفي الكاس 9 أهداف وفي كاس الكؤوس الأفريقية 4 وفي بطولة أفريقيا 37 هدف فالخطيب إجمالي أهدافه اللي ساهمت ببطولات للناد الأهلي 159 كابتن حسام حسن أهدافه اللي ساهمت للناد الأهلي 142 في الدورة الخطيب 109 حسام حسن 109 عايز يسجل جنين حسام بعد كده ممكن يرجع يسجل جنين ويبقى 111 سجل في الكاس 7 وسجل في البطولات العربية 7 وسجل في البطولات الأفريقية 17 وفي الأفرو أسيوي هدفين دي خلاصة أرقام أهداف الكابتن محمود الخطيب وأهداف الكابتن حسام حسن والأمر لا يستحق المقارنة كل حد سجل هدف للناد الأهلي أسعد به الجماهير ساهم به في بطولة رفع به من قيمة الناد الأهلي محل تأدير بالتأكيد وامتنان هناك نقطة كمان أنا ضد الإحصاء بالأرقام ومع الإحصاء بالنسب إيه الفرق؟ أنا ممكن أجيب لك 100 جون في 300 مباراة في 100 مباراة في 80 مباراة وممكن أجيب لك 110 جون في 300 مباراة لأن وهنا عندما نتحدث عن الهدف التاريخي لمصر الشازلي ما هو أيوة كويس بس أنا عايز أوصل لنقطة تانية ما هو الشازلي في ناس تقول لك أعظم هدف في تاريخ مصر الدزو أسوأ إزاي عدد المباراة اللي لعبها الدزو طيب وضيف لدي كمان وعدد البطولات اللي تحققت بموجب هذه الأهداف دي لا أهمية الأهداف ده ممكن تبقى إحصائيها لوحدها أنا بتكلم أنه أنت ممكن تلعب عدد من المباراة تحقق به عدد معايا من الأهداف الشازلي مؤكد أن عدد مباراةه مش قد عدد مباراة الكابتن حسام مش قد عدد مباراة الكابتن الخطيب والدزو مش قد والشازلي بردو كمان أكتر من عدد مباراة الكابتن الدزوي بطبيعة الدوري اللي كان عشرة بقى 12 بقى 14 18 وصلنا في بعض الأوقات لـ 20 و 22 فزائد كمان زائد ايه بقى زائد ايه بقى وانا بحكمل وانت انا عارف قيمة الاهداف انت حتشرح لنا لانها مهمة جدا رخ لكن كمان عدد المتشاط الدولي احنا قابل الجهري وانا بنلعب المتشاط الدولية على عدد اصابع اليد الوحدة في الموسم اليد الوحدة اللي هي بتبقى رسمية ده حتى التصفيات الافريقية تضعفت عشر مرات عدد مبارياتها يعني اول بطولة افريقية اربع دول واخد بالك اخر بطولة افريقية كم دولة بتصفى باين نظام على اي طريقة فبيتعلك انك تلعب عدد اكبر من المتشاط الدولية السنة اللي الكابتن الجهري وصل فيها كاس العالم لحد ما راح كاس العالم اللعب كان ماتش دولي فلما اجا اقول فلاني الفلاني ده الهداف التاريخي اقامل حيثوا الارقاة لكن في كام مباراة عايزين حد معني بالاحصائيات يحطنا المسألة في نسب لان النهاردة اللي هيجي بعد كده هيظلم الكابتن حسام ده احنا بنلعب كل تلات ايام ماتش دلوقتي ما كانش بيتلعب كده ايام كابتن حسام وكابتن حسام ظلم الكابتن خطيب وكابتن خطيب ظلم الكابتن الشازلي ظلم مش هما اللي ظلموه انما القياس لا القياس بيهم في ظرف مختلف فانا هرجو ما نبقاش معانيين بالعدد قد ما احنا معانيين بنسبة لحتى كمان العوامل المساعدة اختلفت ده اللي خلانا نقول وصعوبة الكورة صعوبة الكورة التكتك بتاع الكورة العلم اللي في الكورة الطب اللي في الكورة التغذية اللي في الكورة الإدارة اللي في الكورة عدد مرات التدريب الفلوس والدوافع كالبتمرانه تلات مرات دلوقتي بتمرانه تلات ايام دون في يوم تعرف أنه في فرق أعداد هنا في مصر بتتمرن ثلاث مرات في اليوم كان بتمرنوه في أسبوع القياس مستحيل منهجيا المقارنة بين أجيال ده كلام مش صحيح أهمية الهدف بقى كابتن الشياز الله يرحمه 173 هدف في الدوري جابوا بطلتين للترسانة يعني أنت تخيل مش جابوا بطلتين ما جابوش غيرهم في الترسان يعني البطلات الوحيدة لا تتحققت فأنت شوف فعاد كابتن الشياز لمصر رياض الخليل نعم أهداف الكابتن الخطيب سامت في أنك أنت تحرز بطلات أفريقية قد إيه علشان تؤسس بقوة الحصول على لقب ده دي القر طبعا بأهمية الأهداف يعني اللقب الأعظم والأرفع في تاريخ الدلالي هو الهداف التاريخي الأفريقي الخطيب ظل لغاية من سنتين ثلاثة فقط الهداف التاريخي لبطلات أفريقيا بالسابعة وثلاثين هدف فلما يكون أهداف بهذا العدد تسهم في اللي ياتي البعض يقولك مكسلس البطول مكسلس اللقب تسهم في أن أنت تاخد اللقب الأرفع والأعظم في تاريخك نادي القر دي أهمية البطولة وأعتقد إحنا كنا في غنى والله عن هذه المقارمة بين نجم ونجم بين لعب ولاعب بين فترة وفترة لأنه في الآخر المؤكد كلهم مسلوا الآلي وكلهم أسعدوا جماهير الآلي لكن استوقفنا في كلام الكابتن حسام ما يصحش وإنت بتتكلم على كابتنا كالكابتن محمود الخطيب تقول الكابتن رئيس النادي وإنت بتتكلم كمان في تلفزيون عرب شقير أما فكرة خروج الجماهير في سباب أو في خروج عن الأصول برضو كفاية ده كلام مرفوض كفاية بس كمان بلاش استفزاز للجماهير يعني أنا قلتلكم حصل استفزاز لهذه الجماهير وأنا شفتها فبلاش استفزاز للجماهير بالذات لأن المباراة على خلفية ليست طيبة وشفنا حتى الأستاذ مرتضى منصور لما تكلم على المسئولية في أحداث بورسعيد قال إيه كلام أعتقد كلام مهم جدا حتى وإن جاء متأخرا لكن كل ده في أزهان الجماهير الغاضبة بالتأكيد فأرجوك لا دعي أن ننكأ هذه الجراح ترجمة نانسي قنقر